وهي بلشنا اللايف يلا عم بستنى نجمع شوية عشان قبلش احكي وهي اول مثل خير رح استنى شوية لشوية نجمع مساء الخير اهلا وسهلا اهلا فيك ثائر شو اخبارك انا رح ابلش مساكم خير بتمنى كلكم تكونوا بصحة جيدة ونفسية كتير احسن كمان ان شاء الله جميعا رح اكون معكم اليوم لايف ان شاء الله يكون خفيف لطيف انا اسمي دالة فيومي خريجة الاكاديمية الملكية الفرون الطهي اشتغلت بعد ما اتخرجت في لومينوس كنت ادرس فيها نظري وعملي وبعدين ما طولت كتير ست اشهر وتركت الشغل بلشت بمشروعي الخاص اللي هو عبارة عن مطبخ تدريب اهم حابة احكي عن موضوع كتير مهم عم بصير احنا عم منعيشه هلا عم بصير معنا في الوضع الحالي من اول ما بلشنا الحجر مثلا نور جميعا من اول ما بلشنا الحجر واحنا عم عم منجمع يعني الناس صار فيه هجوم على التسالي الغير صحية من شبس شوكلت مكسرات بكميات هائلة لدرجة انه سمعت مرة انه في محمص من المحمص فضي ما ضل فيه اشي ماشي قاعدين بالبيت بدنا نتسلى يعني هذا اشي كويس بس انه مش لدرجة انه احنا نجبر حالنا انه ناكل زيادة عشان احنا زهانين منقدر نلاقي اشي تاني غير الاكل انه تسلى فيه كنا دايما احنا نتمنى انه بدنا نرتاح من الشغل تعبنا بدنا ناخد فترة استراحة بس اجتنا الاستراحة والقاعدة في البيت صرنا بدنا نطلع نشتغل ومش قادرين نقعد منحب نتشكوا بدي احكي على موضوع انه بدل ما اتسلى في مكسرات مثلا امبهرة ممكن ااخد مكسرات نية هلأ هاي شغلة كتير كويسة عشان انا اقدر اني احول النظام الغذائي تاعي من غير صحي لصحي نوعا ما يعني انا ما بدي احكي لكم انه بدنا نحكي كتير عن الاكل الهلثي ولا تاكلوا فات ولا تاكلوا الفات جدا مهم التوازن الغذائي جدا مهم شكرا تشرفنا فيكم التوازن الغذائي جدا جدا مهم يعني انا ما بقولكم لا تاكلوا نشويات ما بحكي لكم لا تاكلوا سكريات يعني أنا شوف حلويات أكتر من إني أكون قريبة للهلتي ولكن حلو إنه الواحد يقدر يحط حد للكمية والنوعية اللي بياكلها قدر الإمكان عشان هلأ القعدة خصوصا هلأ القعدة جداً عم بتتعبنا يعني أنا إذا بدنا نظل ناكل رح نتعب بزيادة ضميرنا رح يأنبنا رح ننصح بعد الحضر ما يخلص على خير ونتكونوا جميعاً في صحة وسلامة يعني رح تنصدموا إنه إيش اللي صار خلال إيش اللي صار خلال هدول الثلاث أربع أسابيع في حياتنا إيش عملنا إحنا رح نندام وحيبلش التأثيرات النفسية على الموضوع بقدر إني أتسلى بدل ما أتسلى بشبس بقدر إني أتسلى بصحة الفواكه الفواكه جداً يعني مميزة وزاكية وألوانها حلوة يعني حتى للعين ملفته وقيمة غذائية عالية بقدر إني أتسلى بصحة الفواكه بقدر أشرب كاسة لبن بدل ما أشرب بسي فهذا إشي كويس إحنا لازم نقرره من داخلنا إنه إحنا نقدر نختار الروتين اللي إحنا نمشي عليه ونكمل فيه باقي الوقت اللي عم نمر فيه وبعدين كمان لقدام حاسي حالي إنه يعني حاسي الجميع بالأغلب عم نجاكر بحالنا هاي الفترة يعني يلا إحنا عادين بالبيت خرباني خرباني خلينا ما نخلي إشي ما ما نجربه وما ناكله وما ندوءه فهي عملية سباق مين ياكل أكتر فبليز نحاول نختار إيش نوعية الأكل اللي مناكلها كتير من أكلنا إحنا مميز وصحي نوعا ما طبخاتنا الملوخية الفاصولية طب أحكي لكم شغلة المقلوبة المقلوبة منقدر نعملها بأقل زيت 80% ولا 90% أقل زيت من اللي داما إحنا بنعملها ساندي ليه مصدومة الله يعافيكم مساء الخير عم بنبسط إنكم عم تتجمعوا فأنا بدي أكمل عشان ما أقطع حبل أفكاري فإحنا أكلنا بشكل عام يعتبر صحي أنا بقدر إني أخلي بالوجبة بالصحن كمية نص الرز اللي عم بأكله عادة أو تلتو وأكتر كمية الطبخة اللي هي فاصولية مثلا مع سوس بندورا ما عم بحكي لكم لا ناكل وإنه بس يلا كله أكلنا شف خضار سوتين الكل عم بيزهق منها هذا الحكي مش كتير بفضلون ناس هلأ لنفرض إحنا نجيب سيرة إنه شو أكلنا اليوم في حدا بقدر يشارك إني أكمل أكل ولا أقوم في رأس إيش عم تأكل كتير بهمني إني أعرف إيش عم تأكل صراحة عشان إحنا ناخد أفكار من بعض يعني إيش الطبخات اللي بتحسوا إنها ممكن تكون زاكية كتير غير مملة ومن تراثنا وبنفس الوقت نوعا ما صحية يعني ما يكون فيها كتير فات يلا عهود عم نحكي إحنا كيف منقدر إنه نحول النظام الغذائي تاعنا لصحي نوعا ما من غير ما نزهق مصدومة من كتر الأكل هي مثلا ساندي عم بتقولنا إنها مصدومة من كتر الأكل وهذا الإشي اللي عم بصير ورح تنصدمي أكتر ساندي إذا تستمري على هذا الوضع فأنا بحكي لك إنه رح تنصدمي أكتر وأكتر بامية مع لحمة وبندورة بالضبط صحتين وعافية أسكى أسكى طبخة البامية هلأ بدل ما إني أنا أكل رغيفين خبز مثلا أو ثلاثة مغارف رز مع البامية خليني أحط مغرفة وحدة أو نص رغيف خبز حسب إزاصينية أو مع رز وأكتر البامية يعني خلينا نستمتع بطعم البامية ولا فعليا الطبخة نفسها هي الطعم فيها مش الرز مش النكهة بالرز أو بالخبز إذا بتلاحظوا الخبز والرز ما له كتير راكها فدائما نحاول أنه إحنا نحاول أن نسيطر على الكمية طبعا النوعية مهمة ولكن كمان الكمية جدا جدا مهمة مش أنه والله أنا عم باكل إشي طبخة عادية فإنه يلا بلجنا كومبير هذا عبارة عن قمبلة من السعرات الحرارية بدي أحكي شغلة يعني كتير مهمة لو إحنا بلجنا فيها استخدمناها بيومنا دائما إنه يكون في عنا بدنا نحكي عن يوم يوم كيف ننبلش فيه أما صحيلا النوم بدنا نفطر شو بتفطروا الصبح ممكن أكلت الصبح لبني وخيارة برافو هلأ البيتزا ما بدي أظنمك ساندي بس البيتزا اللي صغيرة يعني فيها قريب لتسعمائة سعر حرارية تقريبا الميديم ألف وسبعمائة اللارج تقريبا عم تحكي بالألفين وخمسمائة أو ألفين وتسعمائة كيلو كالوري فإحنا هلأ ما عم نتحرك كتير حركتنا كتير قليلة فما في حرق سعرات فعم نضغط حالنا عم نزيد وزن عم نزيد اكتئاب نفسي شوي فإنه بنحاول إنه نلاقي بعقلنا إشي مميز وصحي وبنفس الوقت زاكي يعني السلطات أنواع كتيرة من السلطات إحنا بنقدر نعملها وننوعها وسهلة ما بدها إشي ورقيات جرجير خس أنواع الورقيات الأخرى خس آيسبيرغ بقلة بقدونة استبولة في عنا كتير أنواع من السلطات إحنا بنقدر إنه تكون موجودة يفضل إنه السلطة ما تنشال عن السفرة اليومية ومنبلش فيها لأنه الألياف بتحسسنا بالشبع نوعا ما فلما أجي أنا بدي بعد ما أكل صحن السلطة خلنا نبلش بالسلطة أول فهاي الخطوة كتير كتير مني حاب تساعدنا على إنه نخفف إحنا أكل منبلش بصحن السلطة منأكل صحن السلطة كتير كبير مرتب رح يحسسنا بالشبع عيننا رح تكون ومعدتنا رح ينقل أوامر إنه أنا عم بشبع فما رح أحط ثلاث مغارف سان دي لا تكملي عشو وقفي بعطينا أوامر إنه إحنا مش كتير جوعانين لسه فإنه بدل ما أسكب ثلاث مغارف رح أحط وحده رح أسكب مغرفة وحده رز فوجود السلطة قبل ما نبلش بالغداء هذا إشي كتير مهم والفطور فيه شغلة جدا جدا مهمة ما منعمل صفرة على الفطور ما منعمل صفرة خلينا نحاول قدر الإمكان إنه نحدد النوعية والكمية قبل بوقت يعني أنا فطوري خلاص متعودة إنه مثلا بيضة وبيضتين مع كاسة حليب شوفان بالحليب منعمل جرانولا اللبن مع العسل عليه فواكه وشوفان خلينا نحدد ما نحط كتير أنواع لأنه خلينا نتخيل مع بعض لما أنا أكون فاردة سفرة كبدة لبنة اللاية تيركي خضار بيض مقلي بيض مزلو إحنا من هذا النوع اللي إحنا منعمل كتير للسفر الكبيرة لما أنا بدي أععد على السفرة هاي الكبيرة بدي أكل لقمتين كبدة لقمة لبنة لقمتين ثلاثة بيض ونعد ونكمل مع كاسة شاي فيها مع علقتين سكر فأنا هون أكلت مش حاجتي أنا أكلت كتير زيادة عن حاجتي من غير ما أحس يعني أنا صرت ألقوط من هون ومن هون ومن هون ما منحس على حالنا بالزبط عود برافو ما منحس على حالنا سلطة شورمة على فكرة هلأ بجيب سيرتها سلطة شورمة إن شاء الله ما أنسى هيني بدي أكتب النوت رح أحكي لكم عليها نقدر إحنا ندخل البروتين دائما بالسلطات يعني أنا بعمل سلطة وبشوي جاج أو بشوي حجاج جنبه وبحطه على السلطة وباكل هي وجبة كاملة يعني تعتبر نوعا ما فدائما بدنا نحاول إنه ما نكتر ما نكبر السفر ننوع بالخضار بالسلطات النوع عشان ما نزهق لأنه في ناس بتقولك إنه إحنا إيش عمنا لا ما عنا سلطة واحدة اللي هي السلطة العربية عنا كتير أنواع سلطات مين يحكي لي إما تطبخ لك طنجرة ترزع الفطور بتحكي لك خفف أنا أحكي لك خفف طيب أوك شو رأيك تبلش شوي شوي إنه تاكل معلقة رزع الفطور بلاش مغرفة واحدة كبيرة يعني نحاول إحنا نروح نشيل الثلتين من الوجبة احكوا لي إيش ممكن نعمل سلطات إحنا في صبية أظن حكت عن سلطة الشورمة هاي جدا جدا عمود أعتقد اسمها سلطة الشورمة جدا مميزة وفيها قيمة غذائية عالية إيش في كمان سلطات التبولة البقدونس جدا مفيد خلينا نحاول ننوع من السلطة ونبلش فيها هاي كتير كتير منيحة الحركة اللي بنعملها هاي جدا كويسة الستب بدنا نبعد الفطور عندنا سناك بدل ما أعد أكل إيش تاكلوا سناك ممكن إحنا نتسلى بساندوش سريع مثلا ممكن إحنا نتسلى بشو بين الفطور والغداء نحاول بدي أخذ أنا خيارات من عندكم اقتراحات إنتوا إيش إيش عادة بتاكلوا سناك بين الفطور والغداء ممكن تنزلوا في صحن بالزر كامل أو صحن مكسرات بهذا الوقت ولا لا يلا جاوبوني عم بستناكم سناك بين الفطور والغداء إيش بيشو بتتسلوا أو ما بدي أحكي سناك بين الفطور والغداء بأي وقت بشو بتتسلوا يوجولي يعني غير الوجبات الرئيسية استاذ محمد ليش ما نعمل سفرة لأنه لما بتعمل أنت سفرة على الفطور زي ما أنا هلأ قبل شوي حكيت أنه أنا بطر أني أكل كميات من غير ما أحس لأنه بدي أكل لقمتين ثلاثة من هون ولقمتين ثلاثة من هون أما لما أحدد أنا الكمية والنوعية مثلاً فطوري بيطين وشوفان وحليب شوفان ولبن مثلاً مع معلقة عسل أنا بكون أخدت أنا شبعت أنا فعلياً شبعت أي حدا ممكن يشبع من هاي الكمية للأكل بس وأخدت حاجتك الكافية منها فليه مضطرين نعمل سفرة ونسحب كتير بالأكل بدل ما أكل نص رغيف أو خبزة واحدة سندويشة مثلاً أعملها بالسفرة الكبيرة رح أسحب رغيفين ثلاثة خمستاشر دينار شبس وشوكلت وبسكوت آه ما أنا هذا لوز كمشة أوكي ما أنا هذا اللي عم بحكيه إنه بدي أحاول ما ناكل الأشياء المضرة فيه شغلة بدي أحكيها عن الشبس بآخر معلومة بدي أحكيها جداً مهمة بآخر المكسرات ما بنحكي بيه كمشة الميتة جرام مكسرات تقريباً يعادل ستمائة وخمسين لسبعمائة وخمسين سعر حرارية هذا الميتة جرام يعني عشر الكيلو فإحنا ما بناخد بهاي الكمية لما أنا بدي أخذ مكسرات سبعمائة وخمسين سعر حرارية ومن قطعة بيتزا خمسمائة سعر حرارية وأمثالها قدي جماعة سعرات حرارية أنا باليوم فالسناك يوجولي بيكون من خمسة لعشر حبات مكسرات حاول السناك الثاني إذا بنحب إحنا ناخد مثلاً عصير أو فاكهة في ناس تقول لك عصير أسكم نأكل الحبة زي ما هي جداً غلط الحبة أفيت فيها ألياف الفيتامينات بتروح القيمة الغذائية بتنفقد لما أنا أعصر الفاكهة مثلاً عصير البرتقال اللي نفرض فناكل الفاكهة كحبة مش كعصير هاي شغلة جداً مهمة العشا جداً مهم برضو إنه نتحكم بالنوعية والكمية لأنها آخر وجبة ونحاول إنه ما يكون بالليل متأخر بدي أحكي لكم عن المعلومة اللي أنا حابة أحكي لكم أبجر تصيرتها قبل شوي 100 جرام من البطاطا طبعاً هاي المعلومة أنا أصدمتني وفعلاً خلتني أصفاً إنه قديش إحنا ما منفكر بالأكل اللي عمناكله قد ما مناكل ومنتسلى ما منفكر إنه إيش بيصير بجسمنا بعد هيك 100 جرام من البطاطا رح ناخده بثلاث حالات 100 جرام من البطاطا المشوية تقريباً 90 سعر حرارية المقلية راح الدبل 180 سعر حرارية نيجي على الشبس مين اللي قالت لي 15 دينار شبس مين اللي قال لي الشبس 100 جرام من الشبس 500 سعر حرارية شفتوا الفرق من 90 ل500 قد عم نروح قاعدين أكتر من 5 أضعاف إحنا فإيسوا على هذا الحكي كمان لما كنت أتدرب كانوا يحكوا لي احسب الكالوري اللي بدخل جسمك فيه برنامج فيه أبليكيشنز بتحاول قدر تقريبي بيجيبو لك إياه فإنه مش غلط نزلوا الأبليكيشن اللي بيحصل بالسعرات الحرارية عشان إحنا نقدر نعرف إيش السعرات اللي إحنا we are consuming عمنا كلها فهذا إشي جدا مهم في أسئلة حاب أخذ منكم كم من سؤال قبل ما أحكي لكم وصفة الكوكيز اللطيف جدا عشان ندخل كمان بالحلو لأنه الحلو جدا مهم بس مش كميات كبيرة يعني ما تقولوا دالة عم بتفسد بأخلاقكم بتخليكم تاكلوا حلويات لا بدنا ناكل حلو بس نقدر ناكل لقمة بدل ما ناكل قطعة هالي بالشيز كيك مش ضروري نقعد عليه بالسهرة نفسها نخلصه منقدر ناكل قطعة صغيرة عبارة عن ثلاث لقمات ونكتفي فيهم فبدي أسئلة من عندكم عشان هيك ناخد ونعطي أنا بدي أحاول أرجع على الأسئلة لأنه شوية روانس ناك فواكه أو بذر شمس بذر مضبوط ناي بس ومش كميات كبيرة يعني ما يكونش اللي مملح أو اللي منكه بس ما بدنا أنه ننزل في الكميات الكبيرة تمام بتشلب شوية بيزة على معجنات على لحمة راس برافو عليك برافو برافو جاجة ما شوية بين الغداء والفطور عبد الحكيم صحتين وعافية على الجاجة بس بتعرف إيش الحلو في الموضوع اللي أنت عم تعمله إنه ما شوية مش مقلية برافو عليك نحاول نخفف من الألي هلأ النوعية الأكل كتير كتير مهمة يعني أنا بقدر أستفيد من الكمية نفسها أكلها أكون أمبا كلها نفسها وقيمي غذائية عالية وما بتضرني وبشبع وبكون مبسوط مش حاس حالي أني أنا حارم حالي مش النظام الغذائي الصحي مش معناته أن تحرم حالك هاي شغلة حطوها براسكم فأنا بقدر بدل ما إني أقلي بقدر إني أشوي بدل ما إني كتير أكثر زيت بحط بالإيرفراير يعني المقلاية الإيرفراير جدا جدا بتقلل كمية زيت فإحنا بنقدر ننزل 80% زيت عن اللي يوجولي إحنا بنعمله سلطة التونة خيار بلبن سناكات حبة فواكه حفنة مكسرات بس المكسرات نحاول برضو أنه ما تكون من أكتر من من خمسة إلى عشر حبات حبة موز حبة تفاح مظبوط بس الشبس يعني حاولوا أنه بلا منه لأنه سعرات حرية جدا عالية وهذا أبليكيشن اللي منعد فيه السعرات الحرية جدا مفيد بيخلينا أنه شوية نركز باللي عمناكله حتى لو ما سيطرت أولها على حالكم بس شوية منقدر نركز هلأ أنا عندي صفحتي دالا كوكينج ستوديو يعني كتير بكون مبسوطة إذا شاركتوني باقتراحات بعنوين بأسئلة بأفكار لأنه إن شاء الله بعد بكرة رح ننزل حملة جدا مميزة رح تكون دقيقة مع دالا رح نحكي فيها معلومات عامة يعني تبس معينة أن تساعدنا بالشغل اللي عم نشتغله بغض النظر طبخ أو حلويات هل تعلم فإنه رح تكون جدا جدا حلوة بتمنى إنكم تابعوني على صفحتي وشكرا يعطيكم ألف عافية باي باي يعطيكم العافية كتير استمتعت بوجودي معكم اليوم ترجمة نانسي قنقر